نعرف حن بعض الصحابة هاركوا الجن وصحابي ثاني مسك جني وكتفه بعد ما حاول يسرق منه وصحابي آخر يكسم جني لنصفين بس فيه أمر عجيب جدا واللي هو أن البشر خاضت معركة كاملة ضد الشياطين معركة تواجه فيها ملك من ملوك الأرض الصالحين ضد إبليس بذاته بعد ما جهز إبليس الكثير من الشياطين المتغولة لأشكال بشعة جدا ليواجهون العباد الصالحين من البشر حلقة اليوم الحقيقة جدا عجيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين كيف حالكم شرانكم طيبين واموركم شالله طيب طولنا عن الفروة عشان كذا ما أنا قادر أتأقلم عليها المهم أننا رجعنا للأجواء الشتوية دي وقصة اليوم هي قصة عجيبة جدا معركة الإنس ضد الجنة معركة تاريخية حصلت على وجه الأرض الله أعلم إذا كانت حصلت أو لا لكن اليوم في نهاية هذه القصة أنت اللي رح تقرر بس قبل ما نبدأ القصة لازم نعرف إش هي الغيلان الغيلان يا طويل العمر والسلامة هي الشياطين المتشكلة من الجنة يعني جني يتهيأ بهيئة مرئية تشوفها أنت وبإمكانك تمسكها يعني بإمكانك تلمسها يعني شيء حسي أمامك شيء يعني تقدر تمسكها وهذا الشيء ذكرني بقصة صحابي من الصحابي واللي هو أبي بن كعب رضي الله عنه مسك يد جني كان جني متغول يعني متشكل بشكل محسوس خلوني أقصلكم قصة عسري كان لأبي بن كعب رضي الله عنه جرين فيه تمر يعني صحن فيه تمر وكان كل ما مر من عنده لقيا ينقص يعني مثلا في الصحن خمس حبات كل ما مر ينقص حبات تصير أربع حبات يمر مرة ثانية يلقاه ثلاث حبات في شيء قاعد يصير فقرر في ليلة من الليالي أنه يحرص هذا الصحن فحرسه فإذا هو بدابة كهيئة الغلام المحتلم ومعنى شاب محتلم يعني شاب بالخ يقول أبي بن كعب فسلمت عليه إلا بهذه الدابة ترد السلام يقول فقلت ما أنت جن أم إنس فقال جن فقال أبي بن كعب ناويني يدك هات يدك خليني أشوف هل أنت إنسي أم جني فعليا هذه الدابة طلعت يدها إلا هي بيد كلب وشعر كلب يقول أبي بن كعب فقلت سبحان الله هكذا خلق الجن فرد هذا الجن وقال قد علمت الجن إنه ما فيه أشد مني أنا أشد الجن قوة يقول أبي بن كعب فقلت لها ما حملك على ما صنعت شي اللي خلاك تيجي وتأخذ من التمر حقي يقول فرد الجن هذا وقال بلغني أنك رجل تحب الصداقة فأحببت أني أخذ شي من طعامك ونلحق على الصداقة فقال أبي بن كعب فما الذي يحريزنا منكم حطنا شي يحمينا منكم يعني ما يصير كل شوية تدخل علي كده بهذا الشكل المرعب فقال لهذا الجن المتغول آية الكرسي قرأت الكرسي ومعت بتشوفني أبداً يقول فتركتها وفي اليوم الثاني رحت للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتها أول ما وصل من الحجرة كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يتأدى من الغيلان يأكلوا من أكله نفس اللي حصل مع أبي بن كعب كل يوم يجي هذا الغول يأكل من أكله ويمشي يوم من الأيام تقنصه أبو أيوب الأنصاري ومسكه وكتفه وقال له والله لا سوقك للنبي صلى الله عليه وسلم الحين شوية إلا هذا الجن المتغول بدأ يصيح ويبكي ويقول تكفى فكيني ومدروا إش من هذه الأمور ألين قال هذا الجن أنا بعلمك آية والله ما حد تشوفني مرة ثانية وقال له نفس الآية اللي هي آية الكرسي يعني فعلياً آية الكرسي فعلياً تطرد الجن ونفس القصة هذه حصلت برضو لأبو هريرة فكان فيه جن متغول يسرق من أموال المسلمين فمسكه أبو هريرة وكتفه وهدده كيف تجي تسرق من أموال المسلمين طبعاً أبو هريرة كان يعتقد أنه شيء عادي أو إنسان عادي طبيعي إلينا عرف أنه فعلياً جني متغول وكان فعلياً يسرق من هذه الأموال في يوم هددها أبو هريرة رضي الله عنه قال لها اسمع أنا جني والحقيقة كنا ساكنين في المدينة قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله سبحانه وتعالى عليه آية الكرسي ثم بعدها تفرقنا في كل بلد وفي رواية ثانية أنها آية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقاء اللي عليه من الله سبحانه وتعالى حافظ يحفظ حتى يصبح وهذا القصص توريك بأن الجني فعلياً بإمكانه يتشكل بأشكال وصور ملموسة تقدر تمسكها تقدر تحسها وتشوفها وهذه مهي القصص الوحيدة ففي قصص لصحابه فعلياً قتلوا الغيلان مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الإسلام كان مسافر للشام وهو مسافر شاف لهغول اللي هو أبو فانوس نسميه في أيامنا في يوم شاف عمر بن الخطاب انطلق عليه مثل سرعة الضب فقسم عمر بن الخطاب نصفين طبعاً الرواية هذه لا أعلم مدى صحتها ولكن هذا ما يؤثر في صحة استطاعة البشر في قتل الغيلان من الشياطين فعند فتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إنهم يهدمون الأصنام وهذه رواية صحيحة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إنه يروح ويهدم صنم العزة في يوم هدما خالد بن الوليد خرجت له امرأة سوداء عريانة ناشرة شعرها فأقبل عليها خالد بن الوليد ضرباً بالسيف فجزالها بإثنين يعني قسمها نصفين وكان خالد بن الوليد وقتها يكرر يا عزو كفرانك إلى سبحانك إني رأيت الله قد أهانك وهذه الواية صحيحة كذا عرفنا فعلياً إن الجن بإمكانها تتغول وتتشكل بأشكال ملموسة محسوسة نقدر نشوفها ونلمسها ونحسها ونقاتلها حتى والحين بعد ما عرفنا إن بإمكان الشياطين إنها تحتك مع البشر بشكل فيزيائي محسوس في قصة اليوم رح يكون لها تأثير مختلف فالحين في خاطر يعني بتدخل جاو خذ لك شي تاكلها لا تنسى تتابعني في كل السوشال ميديا وكتب أنس أكشن وبإذن الله العلي العظيم رح أطرع لك من دوما نطول بسم الله نبدأ بعد وفاة آدم وحواء عليهم السلام استلم الأمر من بعدهم ولدهم اللي هو اسمه شيث عليه السلام واللي كان وقتها نبيا فذكر في حديث مرفوع رواها بن حبان في صحيحة عن أبي ذر أنها أنزل على شيث عليه السلام خمسون صحيفة فيها تبيان لكل شيء فكان فعليا شيث عليه السلام نبي من الأنبياء وكان وقتها ما باقي على الأرض إلا نسلين نسل شيث عليه السلام وكان نسل طيب كلهم فيهم خير صالحين يعني ولا نزكي بس في نسل ثاني كان الشيطان لاعب فيهم وهذا النسل من ولد آدم عليه السلام اللي كان مرتكب أحضم كبير بعد الشرك واللي هي القتل إيه نعم هو قبيل اللي قتل أخوه هابيل وكان عنده نسل وكانوا يعيشون عيشه غير أخلاقية أبدا وكان أول من تفشى فيهم التبرج وعسف الموسيقى والزنة يعني كان عكس نسل شيث فكان إبليس فاتح فعليا مشروع في نسل قبيل بس السؤال كيف كان يغويهم إبليس وهنا الأمر العجيب إن كان إبليس يعلمهم بأنه يكون مثال له خليني أوضح لك أكثر كان إبليس يتهيأ لهم كان إبليس يتمثل لهم بشخصية من الشخصيات وكان يحاول بقدر المستطاع أنه يكسب ثقة نسل قبيلة بأنه يفعل الخير وينشر السعادة وينشر هذه الأمور لأن تصبح هذه الشخصية مشهورة جدا في قبيلة قبيلة في يوم يصل لهذه الشخصية أتباح يبدأ إبليس هنا لعبتها فيبدأ شيء في شيء يرتكب بعض المعاصي ويفخر فيها ويجاهر فيها أمام قبيلة قبيلة بس الحين صار فيه محبين كثير لهذه الشخصية وبكذا محبين هذه الشخصية يدافعون عنها بل يفخرون بالمعاصي اللي يرتكبها شخصية إبليس اللي يتشكل فيها إبليس ويبدون يقلدون ويرتكبون نفس المعاصي وبكذا يخترق إبليس نسل قبيلة أعطيكم مثال عسرية يعني مثلا يتشكل لهم بشكل رجل صالح ويفعل بعض الأفعال اللي فيها الخير لين يتقبلها المجتمع بل يعجبون فيه ويصير لها أتباع كثير ومن بعدها يبدأ يعزف الموسيقى ويرتكب المعاصي والزنا ويشرب الخمور فيبدأ المعجبين بهذا الرجل يقلدون نفس الشيء اللي يسويه هذا الرجل حتى ولو كان خطأ وبكذا اخترق إبليس مثل قبيل وفعليا حركة إبليس هذه ملموسة بواقعنا الحياة في إبليس في وقتنا الحالي صار ذكي بدل ما ينزل هو الساحة ويتمثل لنا صار يرسل شياطينا لبعض ضعاف الإيمان مننا واللي لهم تأثير فينا قوي فيجعلهم يجاهرون بالمعاصي ويتفخرون فيها بل يرتكبونها أمام الكاميرات ويجاهرون بها في كل مكان ويصير هذا المؤثر سوى نفس شغلة إبليس وإبليس متكي على المعه في نص المحيطات المهم إنه صار في قبيلتين قبيلة قابيل وشيث خلوا قبيلة قابيل على جنب وراح يكون تركيزنا على قبيلة شيث فشيث عليه السلام كان من نسلة أغلب الأنبياء أو بالأصح كل الأنبياء في يوم جاء وفاة شيث عليه السلام استلم من بعدها الحكم ولدها آنوش ومن بعد آنوش قينان ومن بعد قينان ولد قينان واللي هو الشخصية الرئيسية في قصة اليوم شخصية ميبعادية أبدا كان اسم هذه الشخصية مهلائيل بن قينان كان لمهلائيل تاج عظيم جدا ويقال بأنه أول من بنى المدن والحصون الكبار وهو أول من عمر الأرض منذ خلق الله آدم فيقال بأنه أول من بنى مدينة بعبل ومدينة السوس الأقصى ويقال برضو أنه ملك الأقاليم السبع أكيد أنك تسأل вп已經 الأقاليم السبع نفس السؤال اللي سألتها نفسي والحين رح نعرف вп schwer37 الأقاليم السبع الأقاليم السبع هذه هي إقليم بلاد الهند Estam光 وإقليم مصر وإقليم بابل وإقليم بلاد الروم والشام وبلاد الترك وإقليم بلاد الصين يعني تقريبا ملك الأرض كامل أنا أعتقد بس مهلائيل هذا ما كان ملك عادي ما كان ملك فقط فكان قائد عسكري محنك يقال بأن مهلائيل هو أول بشري واجه جيوش إبليس عليه لعنة الله إبليس اللي متآمر علينا من يوم أنزل الله آدم من الجنة إلى يومك هذا مهلائيل هذا هو اللي واجهه بجيوش فعليا جيش إبليس ضد جيش مهلائيل وهو أول قائد قاتل الشياطين وجيش الجيوش ضد إبليس فكانت شخصية عجيبة جدا تخيل معي شياطين الجن ضد العبادة الصالحين من البشر الله أعلم إذا كانت هذه الرواية صحيحة وفعليا هذا الأمر صار في الواقع كيف يكون التحام الجيشين أمر عجيب يا رجل وتفكر فيها كيف تكون الدماء كيف راح تكون طريقة القتال الله أعلم أمر عجيب جدا بس وأنا قاعد أتفكر فعليا تذكرت أن الصحابة فعليا تقاتلوا مع الشياطين بس السؤال اللي كان يجري في بالي هل الشياطين كانوا على هيئتهم العادية اللي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها أو أنها تشكلت وأصبحت غيلان وهنا يجاوب ابن كثير يقول ابن كثير جيوش إبليس كان منهم الكثير من الغيلان واللي ذكرناهم في بداية الحلقة الشياطين اللي تشكلون بشكل حقيقي واقعي ملموس وإذا كان هذه الواقعة فعليا حصلت فإبليس استعان بجيوش من الغيلان يعني ملموسة حقيقية تقدر تشوفها وتلمسها وتقاتلها واحتمال تقتلها الله أعلم مش الدم اللي راح يطرع منها بس في مخيلتي إن لون الدم أسود الله أعلم فكيف بشعور فعليا البشر اللي عاشوا هذه اللحظات تخيل إنك راكب الخيل الحين متوجه تقاتل إبليس تقاتل جن يسألك اللي جنبك وين رايح بالله رايحة قاتل إبليس وجيشه المهم إن إبليس كان مقهور من مهلائيل وكيف نعمر الأرض في إبليس كان متعود على أيام شيث وأيام آدم وبشرية قليلة ويتمثل لهذا ويخترق نسل قبيل وباقي عايش حياة وردية وأصبحت الدنيا كلها مليانة بالعبادة والصلاح والمدن الضخمة والحصون العالية مليانة بالخير ومليانة بعبادة الله سبحانه وتعالى والعوائل القوية المترابطة المدن بدت تنبني العوائل بدت تقوى عدد البشرية بدت تزيد قبل كان يرسل خمسين شيطان الحين لازم أقل شيء ألف فبغى يجي شيء فيها أعتقد أنه جاه سكر ديك اللي فاتخذ خطوة كبيرة جدا فكان قبل شغال على الوسوسة أتمثلك على هذه الأمور بس يوم شاف إن العباد الصالحين كيف كثروا جهز الجيوش وكان يعتقد بأن سيقطع دابر الصالحين خلاص من الأخير الوسوسة خلي تايم آوت شوي ناخذ راحة من الوسوسة ونخش في القتال لكن مهلائل عرف بطريقة ما إيش اللي جالس يخطط راحة إبليس فجهز جيوش كبيرة من الإنس جيوش مليانة مجاهدين رايحين يموتون فعليا انطلق مهلائل وتقابلت جيوش إبليس وجيوش مهلائل وقفوا أمام بعض الجن ضد البشر إبليس ضد مهلائل انفكت الجيوش في بعض والتحموا في بعض ودخلوا اشتد القتال وصار الأمر جدا صعب وقتها أدرك إبليس إن الأمر أصعب مما كان يتخيل عرف إنها حدة وسوسة تخرب بين فلان وفلان تخرب بين زوجة وزوج خليك على هذا الحد أدرك إبليس إنها شغلة يخرب عوايل يخرب عقائد في هذه الدائرة ما يخرج منها وقتها إبليس انسحب سحب على جيشة كامل وهرب ما يشوفون إلا خطاه في نصر المحيطات في يوم شافة جيوش الجن إن إبليس انسحب انسحبوا حتى هم وطلعوا الجبال وراحوا للمحيطات والبحار يعني رجعوا لديرته ويقال بأن قتل في ديك المعركة الكثير من الغيلان واستمر حكم مهلائيل للأرض أربعين سنة وفي فترة حكمه كانت فترة فعليا ازدهار ازدهار البشرية كانت في وقت حكم مهلائيل لين جات وفاة مهلائيل وتوفي واستلم الحكم من بعده ولده وكان اسمه يارد بن مهلائيل ويارد هذا برضو كان له شأن لأنه كان أبو لنبي من الأنبياء واللي هو نبي الله إدريس عليه السلام استمر حكم يارد سنين ومن بعدها توفي واستلم الحكم من بعدها نبي الله إدريس عليه السلام وكان إدريس عليه السلام هو أول من خط بالقلم وهو النبي الذي قبضة روحه في السماء الرابعة قصتها ترى عجيبة شيء واللي راح نذكر قصته وقصة نوح عليه السلام بالمقاطع الجاية من هذه السلسلة إلين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم نشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاية لا تنسوا نصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وتروحوا نتشوفون برضو باقي السلاسل في هذا القرآن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر